تتبنى الدولة استراتيجية الذكاء الاصطناعي بآليات تعمل على دمجها في العمليات الحكومية وتستكمل الحكومة الجديدة من خلال برنامجها استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذه الاستراتيجية الوطنية ساهمت في تقدم ترتيب مصر أكثر من خمسين مركزا في تصنفات الذكاء الاصطناعي العالمية في عالم يعج بالتحديات وأزمات الأمن السيبراني والخلل التقني بين الحين والآخر تبنت الدولة استراتيجية الذكاء الاصطناعي بآليات تعمل على دمجها في العمليات الحكومية لجعلها أكثر كفاءة وشفافية استراتيجية أطلقتها الدولة منذ ثلاث سنوات وتستكملها الحكومة الجديدة بهدف استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة هذه الاستراتيجية الوطنية ساهمت في تقدم ترتيب مصر أكثر من خمسين مركزا في تصنيفات الذكاء الاصطناعي العالمية مع القيام بدور رئيسي في تيسير التعاون الإقليمي في المنطقتين الأفريقية والعربية وترسيخ مكانة مصر بوصفها طرفا دوليا فاعلا في هذا المجال مرتكزات عدة تقوم على أساسها الاستراتيجية من بينها العمل على تنمية المهارات والتكنولوجيا والنظام البيئي والبنية التحتية وآليات الإدارة للذكاء الاصطناعي الاستغلال الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واصل إلى قطاعات التنمية الرئيسية لتحقيق أسر اقتصادي وحل المشكلات المحلية والإقليمية دعما للاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وبما يتفق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق الفائدة للمصريين كافة الاستراتيجية تضمنت كذلك تشجيع الاستثمار في بحوث وابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمبادرات المشتركة مع الجامعات والمراكز البحسية والقطاع الخاص وبالتوازي تحقيق مستهدفات عدة على رأسها جعل مصر مركزاً إقليمياً للتعليم والمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي لتنبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ومواصلة دعم برامج التعلم مدى الحياة وإعادة تشكيل المهارات للإسهام في تنمية القوى العاملة واستدامتها مع خلق بيئة مزدهرة للذكاء الاصطناعية من خلال تشجيع الشركات الناشئة المحلية وخلق بيئة علمية أكاديمية مليئة بالأفكار والابتكارات والاكتشافات تحقيق رفاهية الإنسان من خلال تعزيز نهج الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لإدماج المهمشين ليس فقط لبرامج الشبكات الأمان بل أيضاً في المبادرات التي تعزز النهوض بالإنسان وبتنمية الذات